السلام عليكم. اخباركم اي يا رب دائما بخير وسعادة. اذا الفيديو مفيهوش طبيخ? لا فيه طبيخ والله بس استنوا عليها شوي. الاول كده حبيتنا اخدكو جولة كده في الارض. اه الجول انتو شايفينه ده بصوا ما يتسكتش عليه. لا ده فيه جمال وفيه حاجات عدد الكلام. معلش طبعا عشان صوتي متغير شوي عشان عندي برد. اه الاول كده خدتوكو جولة كده ورا حبيتنا اخريكو بس كده نبزة كده بسيطة. عن الجول انا كنت فيه هناك. خدت العيال كده ونزلنا بقى جولة كده في وقت المغارب. كان الشكل للمنزر كله بصهم تحفة كده. اللي بنلاقي كده كل مدى البرتغانة كده. بس بكونت عمها مسكر وزي العسل. وحنأكل توت وحنغبز عاش وحنقول لكم روتين يوم الخبيز. صالوا بس على الرسول عليه الصلاة والسلام. واسكروا الله كده. وتعالوا اه حطوا للاقيك للفيديو وكملوا الفيديو للاخر. الفيديو النهاردة مختلف عن كل عن كل فيديو. انا عملته قبل كده. شامل كده خروجات. وفصح كده في وسط الزرعة والخضرة. وكمان خبيز. اول حاجة هنعملها النهاردة معاكو هي العش الفلاح. هنقول لكم بنعمله ازاي في الفلاحين? بصوا ما فيش اسهل منه. بس في نفس الوقت آآ بس يعني تحسوا كده ان هو بتقوس بتاع الزمان. هنعملوا النهاردة بتقوس زمان بجا. اللي هو بيكون من اول الاخرى وايه اللي بتعمل في الفرن بعد ما بتخبز العش دي. حبيت نعمله انا ونعجينه انا بطريقتي كده وتشوفوه معاكم. مش بطريقة ايه اه خليت حدا تاني عجينه. لأ انا اللي عملته بنفسي. عشان ناخدكو كده اليوم كله كامل. الاول كده اخدتوكو جولة بسيطة كده نفسة بس بسيطة عشان خاطر ما يكونش برضو الفيديو مفهوش طبيق وموقت يطلعوا كمان مستفيدين منه. آآ في ارض البرتجان وحنا اخدكو كمان جولة كده في شجر التوت ونأكل توت مع بعض. فالاول نعجي نبجأ العش ونسيبه آآ يتخمر وبعدين نروح نأكل توت براحتنا. العش ده عش بيكون عش ناشف بيتاكل مع اي آآ مع اي طبيق مع اي مأكلات بصوا حتى بيتعمل آآ فتة كده في اللبن وفتة في الشربة بصوا دايس في كل حاجة. آآ ده مجدور ايه? عبار عن دجيج وملح وخميرة فقط لا غير. الدجيج ما بنعيرش دجيج. احنا بنحط بالبركة كده من من الشقرة على طول على الطشط على طول او الحلة اللي بنعجم فيه. من غير باجا ما نكيل ولا نوزن ولا حاجة خالص. والمية بننزل بها واحدة واحدة كده لحد ما نعجينه. احنا باجا عنعمله بالنشابة عنعمله بالبطاطة. المهم عجنته بتكون يبسة ما بتكونش ريينة زي العش اللي هو الفلاح المرحرح. ده بيكون عش ناشف. اي مغبوزات عموما عازينا تكون طالع ناشفة كده ومجرمشة كده من الفرن. بتكون اه عجنتها يبسة او متماسكة كده زي ما حتشوفها معايا. نزلت الاول بالدجيج طبعا نخلونا كويس. اي نوع دجيج باجا يجابي لكم حينفع في العش دي. ونزلت عليه بالملح يعني معلجة ملح كبيرة كده ونزلت عليه كمان بحوالي نجول مسلا ملاجتين كبار كده من الخمير. عشان عايزينه يتخمر على طول عشان نخبز فيه على طول. اما المية باجا ما ملهاش معيور ولا الها وزنة. بننزل بها بالمية واحدة شوية كده شوية بشوية لحد ما اللمه كل العجينة. وبعد كده بنبل ادانة وبعدين نلت باجا فيه. لازم ان التات حلو عشان خاطر يطلع في عرجة كده ومطة ويكون معنا كويس. اه في الاول كده العباية اللي اللي لابسها دي بتاعت امي. كل ما روح هناك لازم ان تلبسني انا واخواتي الهدوم بتاعتي. طبعا بيكون فى بركة كده وتكون حلو. لازم افتكر الايام زمان. اه المهم باجا شمرت اه هدومي باجا وجعدت باجا ايه نعجن زي التاع زمان. انا بجالي فترة طويلة مع جانتش العش دي. فحبت نفتكر معكم بس ما بننساش. طبعا انا بنعجن عندي مغبوزات بصوا كل يوم. لكن العش ده بنعمله كل فين وفين. يعني كل مسلا نجول في السنة مرة او اتنين. لما بروح عن دم كده ويهف علي العش ده فبنعمل شوية هناك. اه فجعدت نلت باجا كل ده كل من بالايدية ونلت فيه لحد لما العجينة كده تكون لينة كده حلوة ومتمسكة معايا. صلاة الرسول واسكور الله كده ودوسوا لايك للفيديو لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي. من بيحب التوت هناكل توت دلوقتي. لسه ده بس لما خلص عليه العجين وبعد كده نغطيه ونسوب يتخمر وبعدين نروح ناكل توت. اه جعدت باجا نلت كده ونعجن فيه لحد ما اللاجة التشت بتاعنا نضف يعني نوعا ما يعني. وبعدين نخلص عجينة ونجلبه الجلبة الحلوة انتم شايفينها دي. دي يعني نوعا ما من الشطارة يعني. بيدلوا على ان العجينة دية شطرة. العجينة بتاعتها بتكون من فوق كده ما فيهاش ايه علامات كده ولا ولا فيها تعرجات كده. غطنا باجا بشوية دجيج وشاهدنا كده طبعا عليه وسمنا الله وبعدين غطناه بجماشة وعليه الطبق. يلا بينا باجا ناكل توت. من وانا صغيرة في موسم التوت بالزاد. او في ايام التوت الى زاد الوقت كده ابنطلع بصهم على طول عند السجل التوت دي. بس طبعا مش دي نفس السجل اللي كنت انا متربيه عليه. السجل اللي كنت متربيه عليها طبعا اتشالت وديت زرعت مكانها. اه ده توت ابيض في توت اسمر بيكون احمر كده في الاول وبعدين بيكون اسمر طعم وبيكون فذيع اما ده توت ابيض. اه يعني بنكل منه اه بس مش جوي برده زي على الاسمر. توتها بجليلا انا متربيه عليها كان توت ابيض بس كان من الحبات الطويلة دي اللي بتكون مسكرة وطعمها بصه بيكون في منتهى الجمال. لما جيت ناكل التوتة دي بقى في اليوم ده بالذات افتكرت كل الايام بتاعتي بتاعت الطفولة وبتاعت الشباب وبصه والله افتكرت كل حد. حتى افتكرت منظر السجرة كتعمل ازاي? خدت بقى العيال وخدت اختي كمان الهابلة ديت وقعدت اه اه افتكرت بتسمع الفيديو. وقعدت ناكل توت وهي تهز من السجر كده واللم التوت ونخسله وبعد ناكله. لكن الكلة بنجيه بنجيه من سجر كده كانوا بنكله على طول. مش محتاج غزيل. اه سجرة ما شاء الله ده ما وسمها. على بال ما روح بقى المرة دي هتكون ما وسم التوت ده خلص. كلنا توت ولفينا الارض بحالها ولفينا كمان سجل البرتجان وكلنا برتجان ما حبيتش نطول عليكم اللفة الكبيرة دي لو حبيين جولة في كل الارض التوت او البرتجان اكتبولي في التعليقات وننزل لكم الفيديو ده. لكن اديتكم بس اختصارات بسيطة كده عشان خاطر ندخل برضو في حاجة مفيدة في الفيديو. هنا رجل عايش كان خلاص اختمر وكان اللي بيجطعه او بيجرسه كده 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 امي لان هي بص ايديها ميزان ما تلاقوش رغيف اكبر من التاني. كله بنفس الميزان بتقطعه كده بيديها طبعا ما بتوزن بجا ولا بتعاير مسلا في حاجة هي اديها مجرد ميزان. عشان خاطر كل الرغيف يطلع زي التاني وكل اه وكل شقة من الرغيف بتطلع زي التانية بالزبط. الرغيف كله يكون زي بعضه. بنفرد كده نخالة او 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 ردة بتاعت الدجيج اللي بتكون طالعة من الدجيج. وبعدين بنبتد نقطع العيش. اه كرات صغيرة كده او رغيفها صغيرة كده. كل رغيف جد التاني وبعدين بنقطعه بدجيج. ده عكس العيش اللي هو المراحة راح الطريق. ممكن العيش التاني نقطعه بالزيت نقطعه بالمية بالدجيج باي حاجة. انما ده لازم ان يكون دجيج. عشان طبعا بيتحط على وش دجيج ساحة الخبيس. هنا بجا سبناها ارتاح شوية. وبعدين بدأ لننخبز بجا. البتاع اللي بنفرد بها دي اسمان الشابة. طبعا انا عندي في البيت بنعمل التعاد بالبطاطة كده زي اللي اخت بتعمل بها لكن هنا هم بعملوا ان الشابة دي سريعة اسرع من البطاطة مية مرة. والرغيف بيطلع ان شاء الله كله هزا واحدة مفهوش مكان تخين ومكان راجيج. لا بيطلع كله هزا واحدة. فهم جاعدوا يستهزوا بجا عليها ويقولوا ايه ان انت ما عملتش بها من زمان ومش هتعرف تعمل بيها وان ان انت مش عارف ايه. فجلت لهم لا دوني بس فرصتي وان شاء الله ده الوقت المكان هتدور. والعجل هتبصهم هتشتغل وهنعرف نعمل بيها ازي ما بنعمل زمان بالزبط. فاول رغيفين كده بصراحة كنت مطلع بطة لكنت ناسي يعني العمال بيها. ما كنتش حبة يعني ايه اه رغيف يطلع مني معوج او يطلع حتة خينة وحتة راجيجة. بعد كده بجا المكنة دارد. وعرفت نعمل بيها وعملت بيها لما جايت ما خلصت كل العيش. كان ما شاء الله عليه. العيش ده بجا بتعمل ازاي بيتبطل طبعا على نخالة برضو على رد ودجيج. وبتحط على الوش دجيج وبنفرده. واختي كان بتفرده شوية بسيطة كده بالبططة وبعدين كانت بتفرد لي بتديني وانا بنفرد بالنشابة الطاولة دي. لازم ان يكون رجيج بصوم ما فيش اه لا نص سنتي ولا ربع سنتي. ده هو اراج من كده بكتير يعني. وبطلع كده بسمك ايه? عامل زي الرجاج الناشف كده. هو زي بالزبط. بس الرجاج الناشف ما بكونش فيه خميرة ده بيكون فيه خميرة. ومتهاجل نفس اللي عادينا بالزبط. بنوسعه بقى او بنبططه كده من الشابة لحد ما يكون مدور كده وراجيج. وبعدين نفتحه اتنين بالسكينة عشان خاطر نعايزينه شجتين كده. وساعات بنعمله اربعة كمان. وعلى الفرن على طول الفرن بقى البلدين بكون مولعينه جبل منها وساخن وحامي وجاهز على الخبز على طول. نخلص فرد من الشابة نشجه كده بالسكينة وبعدين نديه اللي بتخبز قدام الفرن تخبزه لي على طول في الفرن. ما بيخدش وقت ان الشابة دي سريعة من شاء الله عليها يعني. وكمان البطاطة كمان سريعة. لكن لو انا عايز ايها رجيج ازيد من رزوم بيكون طالع معايا كده آآ يعني رجيج زياد عن رزوم بيكون طالع مر كده في الاكل. لكن في نفس الوقت بيكون يعني آآ ماسك نفس شوي. لهو رجيج جواه ولا هو تخين جواه. نفس رجع الرجاج الناشف زي ما قلت لكم كده. وبيدخل الفرن على حامي بجا فوجه من تحت. بيطلع ما شاء الله عليها لازمة يكون فيه نجة حامرة كده. عشان خاطر يكون ناشف معي. طبعا عاجين تو كانت يبسم الاول ولتناها لتا محترمة ولتا مزبوطة. وطلعت ما شاء الله عليها ما فيش بعد كده. في بجا طقوس لازمة تتعمل يوم الخبيس ده طبعا الفرن ولع وحامي ما شاء الله. وخبزنا كمية عيش محترمة. فلازمة نعمل حاجات بعد بعد العيش ده وتكون وهو الفرن ولع يعني وساخر. العيش ده طبعا كمية كبيرة وكنت هناخدوا معي البيت. ضحقت عليهم يعني بعد ما خليتهم خبز معي خدت كل الكمية اللي هتشوفها معي في الاخر دي خدتها معي هنا البيت. زي ما قلت لكم في الاول بيتعمل بيتاكل بيه في اي باي غموس او اي اكل. وكمان بيتعمل آآ فتة كده في الشربة او فتة في اللبن ولادي بيحبوه باللبن اكتر بنعمله كل يوم الصبح نغل اللبن ونسيب اللبن يهدى شوية من الحرارة كده وبعدين نكسر في العيش. خلاص كده كل الكمية اللي احنا عدنينها عدنين مسلا نقول خمسة كيلو مسلا من دجيج خدوا معنا حوالي ساعة. ساعة فردان وخبيس. في اشتر من كده ما فيش اشتر من كده. طبعا مع الضحك ومع الهزار ومع الاستهزة عليها برضو لان انا مش عارفة نعمل بان الشابة دي لاخدش معنا واقع. شايفين كان بيعملوا معي ايه? واختي بالذات اللي هي اصغر مني ونحس ان هي مش عارفة ليه اكبر مني. مش عارفة. بتغلط فيه على طب. هنا بجأة انا بنتي كيتواخدها حتة عيشها كده. الفراخ كانتها منها والبط والطيور كلها التمت عالية جميل سبيتها وجاء. يلا بجأة دوسوا الوعيك وما تسرحوش. لسه في حلوة جاية كتير. اه هنا بجأة بمعننا برضو في تقوس برضو الفلاحين بيعملوا اه بعد ما بيخلصوا بجيت العيش. بيسيبوا خمسة ترغفة كده بيعملوهم مفروقة. المفروقة دي عبارة عن ايه بجأة? عبارة عن عيش بس ما يكونش مستوي زيادة بنفس الفرد ونفس العيش. بس اخر خمس ترغفة كده بندخلهم الفرن ما بنساوهمش تسوية كاملة. بيكونوا نصه تسوية كده. يعني لسه طري كده مش ناشف. وبعدين بنقطعه حط صغير كده اكننا هنعمل فتة بالزبط. بيكون يعني مسلا حجم القطع يدوبك على جد المعلاجة كده مسلا. بنقطعهم هم لسه سخنين طلعين من الفرن على طول. يعني انا كنت هنا بنقطع وكي تخطي بتغبز على طول في الفرن. وهم لسه سخنين كده على طول عشان خاطر يتقطع معي بسهولة. وننزع عليهم بجأة بالسمنة البلدي او بالسمنة الزبدة. الاتنين. بس الاغلبية كده بنعملهم بالسمنة الفلاحة. او البلدي يعني. اه اول ما ننزل بيهم بالسمنة والسكر العيش طبعا بيكون ساخن. فبيسيح السمنة وبسيح السكر. وبيشرب كله من بعضه. تخيله بجأ الطعم هيكون عامل ازاي? ايش? معمول بالسمنة البلدي. ومعمول بالسكر كمان. ممكن تزيل عليه بعسل اسمر او بعسل ابيض زي ما تحبه. بس هي دي الاكلة المعروفة للفلاحين بعد الخبيز العيش. لازم ان تتعمل يوم الخبيز. شبيهة كده الاكلة السعودية لو هتعرفوها اللي بتتعمل اسمها مفروقة او ادي اسمها مفروقة الاكلة الفلاحة. لكن ديكها اسمه مش عارفة الله مش فاكرة دلوقتي. لو بحطوا عليها سمنة زبدة كده او سمنة بلدي برضو وبحط على بلح تمر. هنا بجأ ببعين كمان الفرن ولع برضو من ضمن التقوس برضو لازم ان ندخل صنية بطاطس او صنية رز معمر. اللي اتنين كده بعد ما الفرن على طول يكون حامي بعد الخبيز طبعا فلازم ان ندخل اه ندخل صنية الرز دي. ما شاء الله ما اخذتش معنا تسوية ما غابتش في التسوية على طول. وامي ببسم الله ما شاء الله يعني عندهم اللبن وعندهم السمنة زبدة والبلدي. اللبن الرز كله كان معمول بسمنة بلدي. وكمان معمول بحليل. فلكم بجأة تخيلوا الطعم بيكون عامل ازاي. شايفين عامل ازاي? ما شاء الله عليه. صدقوني ما فيش احلى من عشة الفلاحين وعمائل الفلاحين كلها فيها خير كده وفيها بركة. ودي كمان العيش بعد ما طالع من الفرن ما شاء الله عليه منور كده في الفرن. كل الكمية دي طبعا كانت معمولية لانا وحناخدها معايا في شجتي هنا لما نيجي. ناكل بجأة منها ونعمل لانا عايزاء. يا رب يكون الفيديو عجبكم ودايما متجمعين في الخير انتو حبيبكم واخواتكم ومعايا يحلم حدا من ابو ولا من امه. لايك للفيديو واشتراك للقناة وشوفكم على خير دايما في فيديو تاني. مع السلامة.